موسيقى السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تشير معطيات جديدة الى ان فيروس كورونا المستجد المسبب لماد كوفيد 19 قد يؤدي الى تغييرات في اللسان فما هي هذه التغييرات وما ابرز الاعراض الفموية الاخرى المرتبطة بالكورونا وكيف نحافظ على صحة الفم خلال الاصابة سنجيب عن السؤال الاول مباشرة ثم ننتقل الى التفاصيل ابرز تغييرات التي قد تحدث في اللسان خلال بعض حالات برد كورونا هي اولا احمراء اللسان ثانيا تورم ثالثا فقدان الحلميات اللسانية ويظهر اللسان في صورة ما يسمى اللسان الجغرافي إذ تكون هناك بقع كالخارطة على اللسان ومعروف طبيا انه قد تهاجم بعض الامراض اللسان مسبب تغييرات تشمل الالام او تغيير اللون او التورم ما ابرز الاعراض الفموية الاخرى وفقا لمراجعة بحثية في مجلات دريموتولوجي تيرابي التالي بعد الاعراض الفموية التي ترتبط بكوفيد 19 اولا عصر الدوق وهو اول عرض فموي معروف لمرض فيروس كورونا المستجد ثانيا تقرحات ثالثا البطور رابعا تشقق اللسان خامسا فقدان الحلميات اللسانية ويظهر اللسان في صورة ما يسمى اللسان الجغرافي تكون هناك بقاح كالخارطة على اللسان سادسا اللويحة الجرطومية وهي تتكون من الاحماض والسكريات والسكريات وبقايا الطعام والبكتيرية واللعاب سابعا التصبخ ثامنا رائحة الفم الكريهة تاسعا مناطق بيضاء تاسعا خشرة نزفية ناجمة عن نزف عاشرا تورم المرضى المتقدمون في العمر والمصابون بمرض أشد من كوفيد 19 كان لديهم آفات فموية أكثر انتشارا وشدة كيف تحافظ على صحة الفم خلال عدو كورونا أولا راجح الطبيب والتزم بإرشاداته ثانيا فرش أسنانك مرطين على الأقل يوميا باستعمال معجون أسنانه يحتوي على الفلورايد وهذا سيحمي لتتك من المرض وأسنانك من التسوس ترجمة نانسي قنقر